السلام عليكم متابعي قناة ZNN Soft درسنا في هذا اليوم سيكون عن C و H كيف سنتعامل مع C و H وكيف يتم قراءتها أو قراءتهما في اللغة الفرنسية إذن قبل ذلك إذا أردت أو أي شخص يريد أن يشتري هذا التطبيق الذي أستخدمه في الشرح فليترك لنا تعليقا في أسفل الفيديو شكرا ونبدأ الآن على باركة الله نبدأ درسنا لدينا هنا أول كلمة لدينا هنا A ثم الث و H الذي سندرسه في هذا الفيديو إن شاء الله إذن الث مع H تقرأ شين وهنا لدينا الشين مع A إذن شا أش دي هنا لا تقرأ إذن A نمر إلى كلمة أخرى لدينا B يتبعها كونسون إذن B سيكون لديه سكون A N هنا ستقرأ O وبما أن C أش هنا ستقرأ إذن ستقرأ أصبح N سيكون لديه سكون أيضا إذن نقرأ كما قلنا كما قلنا في الدرس السابقة أ ليس لديه أكسو هنا إذن القنصول الذي سيكون قبلها سيكون لديه سكون عندما تكون أو في آخر الكلمة نمر إلى كلمة أخرى لدينا C مع H مع A إذن شا شا الجي هنا يتبعها كونسون إذن ستقرأ بالغا إذن وسيكون لديه سكون A N في الآخر ستقرأ A إذن شاغ غا شاغ غا شاغ غا وتعني الحزن نمر إلى كلمة أخرى لدينا هنا سي مع H و A إذن شا M مع E A U كما سابقا أنشاهدنا في دروس سابقة إذن E A U تقرأ O إذن شا مو شا مو وتعني الجمل إذن نمر إلى كلمة أخرى لدينا سي مع A تقرأ شا شا و B كما قلنا و A كما شاهدنا قبل قليل إذن شا بو نعيد القراءة شا بو شا بو نمر إلى كلمة أخرى لدينا سي مع A تتكرر كثيرا هنا في هذه الحالة إذن شا شا أغ مع I O هنا تقرأ يو وما قبلها أي القنصون الذي سيكون قبلها سيكون لدي سيكون إذن سيكون لدي سيكون إذن نقرأ شا غيو غيو شا غيو كلمة بسيطة الآن لدينا سي مع أش و أ تكررت كثيرا إذن شا وتعني قطة شا إذن التيلة تقرأ وهنا مؤنة شا سنقرأه الآن إذن لدينا شا ت شا ت شا ت أغ وكأنه يلتف الآخر إذن كنتم لدي سيكون قبلها سيكون لدي سيكون إذن شا سيور شا سيور هنا لدينا سي ه و إذن ش م اي مي و ن مع أ أعصن ني إذن ش مي ني ش مي ني ش مي كلمة أخرى لدينا مع أ أغ وهنا لدينا يتبعوها دو كنصون على الأقل دو كنصون إذن هنا لدينا ثلاث كنصون ولكن المهم يتبعوها دو كنصون يعني كنصون الأول أغ والكنصون الثاني سي إذن سيكون لديها ستقرأ إذن شا 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 هنا أغ جاءت في الآخر وهذه الكلمة فعل إذن ستقرأ إذن شا 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 تعني بحث كلمة بسيطة الآن ش ظال هنا تمت قراءتها وفي حالات أخرى لا يتم قراءة هنا تقرأ ش ظال لدينا لدينا نرجع إلى الكلمة السابقة بالنسبة للحروف التي لا تقرأ في الآخر فلدينا أيضا تطرقنا لهذا في درس آخر درس خفصناه فقط للكلمة التي لا تقرأ في آخر أو الحروف التي لا تقرأ في آخر أو في نهاية الكلمة يمكنك مشاهدته في قناتنا أيضا المهم نمر إلى كلمة أخرى لدينا 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 هذه حالة مهمة تقرأ إياه إذن وتعني كلب هنا لدينا لدينا وتعني خرق المهم لدينا لدينا إذا أم مع إ مي هنا لا تقرأ إذن عندما لا يقول لدي أكثر إذن لا تقرأ في الآخر وتعني الكيمياء لدينا هنا إذن كلمة مهمة هنا وتعني الجرس لدينا إذن كما تعلمنا في الدروس ستقرأ بالكيف وسيكون لديه سكون إذن سيكون لديه سكون إذن كما تعلمنا في الدروس السابقة أيضا بالنسبة ل المهم نمر إلى كلمة أخرى بدون تطرق للقاعدة أصباحة معروفة إذن لدينا مع إ و يعني مع إذن ش د شي أغ مع هنا فعل لفجرة الكلمة عبارة عن فعل إذن ستقرأ إذن مع إ غي د شي غي وتعني مزق أو قطع أم مع أ ما أغ أم مع أ ما و أغ يتبعوها كونسون إذن أغ سيكون لديه سكون إذن ماغ شي وتعني السوق هنا لدينا كلمة تعني العش أن مع إ ني والس آش مع أ يعني القاعدة التي أصبحت معروفة إذن ش سيكون لديه السوق إذن نيش نيش هنا لدينا ب مع أ بو مع آخر كما تعلمنا إذن سيكون لديه السوق سيكون لديه السوق هنا إذن وتعني جيب كلمة أخرى أغ مع أغ هنا لدينا كلمة أخرى أسمع ص صاش هنا لدينا كلمة أخرى وقاعدة أخرى هنا لن تقرأ سي أش لن تقرأ بشي لأننا فقط سنقرأ سي وأش هنا لا تقرأ إذن ستصبح سي يتبعها أن إذن سي عندما يتبعها أن الذي هو هنا قنصون إذن ستقرأ بالكيف وسيكون الذي يسوقون إذن تيك ني تيك نيك وهنا أ أصبحت تقرأ لماذا لأن هنا يتبعها سي وأش وأن يعني ثلاثة كونصونات إذن تقرأ تيك نيك تيك نيك وتعني تيغني آخر كلمة لدينا هنا لدينا بي مع آخر كلمة آخر كلمة وتعني بقرة آخر 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 إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي خصصناه ل سي و آخر وكيفية قراءتها في اللغة الفرنسية إذن إذا أعجبك هذا الدرس أو أردت أن تشتري هذا التطبيق يمكنك أن تترك لنا تعليق في أسفل الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسى الإعجاب بالفيديو أيضا شكرا وإلى دروس أخرى إن شاء الله